السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص منح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاق عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة عن طريق قناتنا. اه وكانت هذه الفرصة حصرية. اه في عملية التقديم ولبول من خلالنا. وتم اعلان الفعزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جيء كتير. التقديم ولبول في حصرية عن طريق قناتنا. اه بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك بالتابعة شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضعط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. احب ان نوي كمان ان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلنا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة تدريب وعمل ممولة بالكامل في فندق. تمام? الفرصة بتاعت النهاردة هيعبار عن فرصة تدريب وعمل في هوستل اللي هو زي آآ الفندق. تمام? والدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب وهذا العمل هي دولة بريطانيا. تمام? يو كي. طيب بالنسبة ليه الجهة المانحة? الجهة المانحة هو فندق اسمه فان لندن. تمام? يبقى التدريب هيكون في دولة بريطانيا في مدينة لندن واسم الفندق اسمه فان لندن. ده طبعا يعني فندق او هستل ممتاز جدا ويعني آآ يعتبر آآ بيجي له يعني زوار آآ وناس كتيرة جدا. تمام? طيب بالنسبة ليه الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة وفي هذا العمل كل الدول متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم لهذه الفرصة بدون وجود اي مشكلة. تمام? طيب بالنسبة لمدة التدريب ده. مدة التدريب ده هيكون اتناشر شهر. الفندق ده كتب على آآ الموقع الرسمي ان بيفضل ان الناس اللي تقدم تقعد اتناشر شهر على الاقل. لان ده يعني انت كده كأنك بتطول معاهم بتقعد فترة كبيرة بتفهم اكتر بتاخد تدريب اكبر بدل ما انت بتروح تقعد شهر او اتنين وبعد كده بتمشي بيكون الوضع صعبي يعني ما بتكونش انت آآ فهمت الشغل كويس ما بتكونش يعني افدتهم آآ مدة طويلة. ولكن طبعا عشان الافادة ليهم وليك تكون مدة طويلة فيجب على الاقل انك تقعد اتناشر شهر. ولو اشخاص عايزة تقعد اكتر من كده اكتر من اتناشر شهر طبعا ده متاح. متاح البقاء اكثر من ذلك. وممكن العمل بشكل دائم مع الفندق بعد انتهاء التدريب. بعد انتهاء التدريب ده يعني انت هتاخد مثلا ممكن آآ آآ نقول مسلا شهرين تلاتة تدريب في الاول مسلا. تمام? بعد كده الفترة دي هتقضيها كلها آآ شغل معاهم. وطبعا كل ما انت بتشتغل اكتر معاهم كل ما بتفهم نظام الشغل ازاي معا. تمام? وممكن بعد كده تطول وتقضي اكتر من سنة ما فيهاش اي مشكلة. طيب بالنسبة ليه نشاط التدريب والعمل? حضرتك مطلوب منك تعمل ايه في الشغل ده? وهيدربوك على ايه في الاول وهتشتغل انت ايه? بيقول لك نشاط التدريب والعمل هيكون اللي هم هيدربوك وهتشتغل على الترحيب بالضيوف والتعامل مع استفساراتهم يعني انت هتستقبل الزباين آآ زي الريسيبشن كده هتكون موجود فيه وآآ انت هتستقبل طبعا آآ الزوار تمام? ولو عندهم اي استفسارات او اي شيء. كمان تسجيل الضيوف تمام? تعمل ليهم آآ تشيك اين وتشيك اوت مسلا. آآ كمان اخذ المدفوعات طبعا آآ هي رسوم تسجيل الشخص مسلا الاقامة في الفندق. آآ تجهيز الحجوزات ادارة الاسعار. اخذ ايام البنوك. يعني فيها هيكون في شوية التعاملات. تزويد الادارة بالتغذية. تقديم توصيات. كل هذه الاشياء هم هيدربوك عليها في الاول. يبقى انت مش محتاج اي او مش محتاج اي خبرة عمل تكون آآ ليك في هذا المجال. انت شخص يعني آآ مشتغلتش قبل كده في هذا المجال مش مشكلة. متاح لك التقديم ايضا وهتاخد زي ما قلنا تدريب في البداية على كيفية التعامل في هذا العمل. طيب بالنسبة ليه التمويل بتاع الفرصة دي? تمويل صراحة ممتاز. الفرصة دي هتوفر لك راتب شهري ربعمائة جنيه سترليني. تمام? مركز معي الجنيه سترليني اعلى من دولار واعلى من اليورو. يعني انت بتتكلم في عملة آآ قيمتها عالية جدا. هيكون راتب شهري كبير هيوفرولك. طيب مع الراتب الشهري ده انت هتاخد ايه كمان? هيكون في سكن تبع الفندق مجانة. تمام? هيكون في غرفة ليك. آآ اضافة هيكون في مكافآت مالية. تمام? وهيكون في مساعدة في عمل تأشيرة السفر. يعني الفندق ده هيكون زي الكفيل ليك. فانت لما هتتقبل معهم اما هيوفرولك زي خطاب. والخطاب ده تقدر تروح بيء السفارة. وهيكون موضح في كل الحاجات اللي هيوفرها لك الفندق او هيوفرها لك اللي هو الكفيل ده. اللي هو الفندق. تمام? وتقدر تحصل على التأشيرة بكل سهولة بدون تعقيدات او آآ الحاجة الى حساب بنكي. لان المنحة هنا بيتوفر لك كل التكاليف. فانت مش محتاج ان يكون عندك حساب بنكي. تمام كده? لان هم هيوفروا لك كل حاجات بشهري وسكن. وكمان هيوفروا لك وجبات الطعام. وجبات الطعام هتكون على حساب الفندق. كمان بطاقة مواصلات للتنقلات الداخلية لو حبيت انك تروح منطقة تانية او مكان تاني بيكون في بطاقة مواصلات بتكون موجودة مع كل شخص في بريطانيا. هم برضو هيوفروا لك البطاقة دي بالمجان للتنقلات. عشان ما تدفعش ايه تكاليف للنقل. كمان وجود الانترنت هيكون المكان مزود بالانترنت. آآ كمان السفر الى بريطانيا بسهولة عن طريق مثل هذه الفرص. آآ في ناس كتيرة بتبعيز تسفر للدول قوية زي بريطانيا واستراليا وكندا والدول الاوروبية. بس بيكون الموضوع صعب شوية. الفرص دي هي تعتبر من اسهل الطرق للسفر. لانك زي كده بتروح بتاخد معهم تدريب وبتشتغل معهم بيكون في شخص ضمنك هناك. فبالتالي الصفار ما بتعملكش اي تعقيدات عند الحصول على التأشير. واي تكاليف اخرى طبعا هتكون على حساب الفندق برضو لو محتاج اي تكاليف سواء مسلا لقدر الله حصل حادث او مرض هيكون برضو فيه مساعدة من النوم في يعني العلاج. تمام? فده بالنسبة للتمويل اللي هيقدمه لك الفندق للعمل معهم. طيب هنا عندنا ملاحظة ان هزي الفرصة لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم. ويا ريت يا جماعة نركز في النقطة دي. المنحة دي مش بتقول لك روح هتلنى شهادة لغة انجليزية بتثبت انك بتعرف لغة. طيب انت مطلوب منك يكون انك بتعرف لغة انجليزية شوية عشان تقدر تتعمل مع الناس هناك. الناس مناقك ما بتعرفش تتكلم عربي. لازم انت يكون عندك محصلة شوية من اللغة الانجليزية بحيث تعرف تتجاوب معاهم وتعرف ترد على الناس وتفهم الناس الى حد ما مش مطلوب منك مؤهل عالي في اللغة الانجليزية ولكن الى حد ما يكون ليك معرفة باللغة بس مش مطلوب شهادة. فيا ريت اللي احنا نفرق في حاج يسمى لازم موجود شهادة وفي حاج يسمى معرفة باللغة الانجليزية الفرصة دي مش عايزة منك يكون معك شالة لغة انجليزية عايزك تكون بس عندك محصلة عندك قدرة على التكلم باللغة الانجليزية حتى ولوه بسيط تمام طيب كمان المنحة دي ليس هناك حد اقصر عمري فيها تقدر تشترك للانضوام في هذه الفرصة بدون مشكلة سنك كبير سنك صغير تقدر تقدم فيها ليس مطلوب خبرة في العمل فسوف يكون تدريب وعمل في نفس الوقت تمام زي ما وضحنا في الاعلى كمان متاحة لاي مرحلة دراسية لو انت في سنوية عامة مخلص بتدرس مخلص ماجستيرا وبتدرس مخلص دكتوراه وبتدرس موظف يعني اي مؤهل دراسي متاح لي التقديم سواء انت طالب او خريج من اي تخصص متاح لك التقديم طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة للتقديم في هذه الفرصة التقديم اه فيها مصصعب هيكون فيه مطلوب من حضرتك تملاه والابليكيشن ده في مجموعة مقالات لازم تعملها بشكل ممتاز تمام تاني حاجة كتابة المقالات الابليكيشن وكتابة خطاب النية هيكون فيه خطاب نية لازم تكتبه بشكل منصق وتبعته للمنحة ايضا مع ملئ الابليكيشن طيب ايه هو اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو تسعتاشر نوفمبر الفين وعشرين تمام ده اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة طيب موعد بدء التدريب والعمل انت المفروض انت هتبدأ معهم امتى بيقولك ان الموضوع ده بيعتمد على اه التواصل مع الفندق يعني انت لما تتقبل وتعمل وترسل ليهم معلوماتك هم بيبدأوا يتغاصلوا معاك وبعد كده هم بيبدأوا يرتبوا لك كل شيء وانت بتتفق معهم يعني بتشوف المعادل المناسب ليهم والمعادل المناسب ليك اللي انت هتبدأ فيه تمام كده فبالتالي ده عشان يا جماعة ده شغل في فندق او شغل او تدريب في فندق فبالتالي دي مش ملحة دراسية فيها شيء اجباري انك لازم تلتزم بموعد معين للبدء لأ الموعد بيكون اتفاق بينك وبين اه صاحب المكان او صاحب الفندق ده تمام كده طيب هنا عندنا ملاحظة اه اللي انت ممكن حضرتك لو عايز تقدم لهذه الفرصة ممكن تقدم بنفسك مفيش مشكلة او احنا بنوفر ميزة ممتازة جدا وهي ميزة التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة ونقدم لك بشكل احترافي ونعمل لك الاشياء المطلوبة لها هذا متاح وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق البصف اسفل الفيديو طيب هنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة وهنا التقديم تعالى كده نبص على الاعلان الرسمي ونشوف في ايه هتلاقي كل التفاصيل في الموقع الرسمي ده الموقع الرسمي اللي عليه الفرصة وهتلاقي اهو في اوتيل لندن تمام وهنا بيكلمك على التفاصيل بيقولك ان الافضل انك توعد اتناشر شهر اه هنا بيكلمك انت هتعمل ايه دي الحاجات المطلوبة منك هنا بيكلمك اه ان على المرتب ان هيكون في مرتب ربعمائة يورو بيكلمك ان هيكون في حاجات اضافية الانترنت موجود والسكن موجود وحيكون في زي وجبات طعام خفيفة كده اثناء العمل يعني هيكون في حاجات كتيرة جدا مميزات عديدة تمام وهنا مذكورة المرتب تعويضات مالية كل هذه الاشياء طيب انا دلوقتي اهو هنا كمان اخر معدل التقديم تسعتاشر نوفمبر طيب انا دلوقتي لو حابب اقدم للفرصة دي ازاي اقدم لها طيب هنيجي هنا نرجع ونضغط على كلمة قدم الان دي عشان يظهر لنا التقديم تضغط عليها هيفتح معاك التقديم على هذا الموقع طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على هذا الموقع طيب انت هتعمل ايه حضرتك المطلوب منك انك اه لازم تعمل اكاونت هتروح عند الجزئية دي من فوق وتضغط عليها عشان تعمل اكاونت جديد على موقع المنحة فهنا مطلوب منك بيانات تمام تكتب البيانات المطلوبة الايميل بتاعك الباسورد تعمل كونفيرم للباسورد تمام وتحط كل هذه البيانات وتضغط على كلمة كريت اكاونت كريت نيو اكاونت بعد كده بتاخد اه تضغط على كلمة دي هنا وبتروح على الجزئية دي تمام على جزئية اليميل وجزئية وبتكتبهم وبتخش تعمل بتخش على بتاعك طيب انا لما اعمل هيظهر لي ازاي هيظهر لي بهذا الشكل ده شكل انا وردي عملت يعني كتبت فيه اه اي حاجة عشان بس اشرح لكم عليه هنا تحط الصورة الشخصية بتاعتك تكتب اسمك اسم العائلة هنا تحط الخبرات التعليمية بتاعتك اه الخبرات العملية تمام تحط اه ارقام التليفون بتاعتك وسائل التواصل تحط معلومات عن نفسك هنا كل خانة من دول لازم تملاها فده الابليكيشن اونلاين مطلوب منك تحط اللغات اللي انت بتعرفها مهاراتك الحاجات اللي انت مؤتم بيها عملت مشاريع اه منضم لجروبات معينة جروبات تطوع او شيء تحط السيفي بتاعك هنا لو عندك سيفي كل هزي الاشياء تضحها في الابليكيشن عشان يزهر بروفايل كأنه منصق تمام كده طيب بعد لما حضرتك بتعمل الابليكيشن اونلاين بشكل كويس بيزهر لك كلمة اسمها قبلي وبعد كده بيدخلك على جزئية كتابة خطاب النية لازم تعمل اللي هو خطاب النية خطاب النية ده كأنك بتكتب كده مقالة للمنحة وبتقول لهم انا عايزة تقدم لكم بالعمل معاكم و اه انا حفيدكم بايه يعني تحاول توضح لهم ايه الافادة اللي هيطلعوا بيها منك تمام تكتب هنا المقالة وبعد كده تضغط انك موافق وبعد كده تضغط على كلمة قبلي دي ويبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح تمام كده وتنتظر ردهم يبقى ده بس عملية التقديم للفرصة اهم حاجة تهتم بميلي الابليكيشن بشكل منصق تعمل خطاب نية ممتاز تحط بقناتك وجميع اوراقك تمام كده شرحنا الفرصة كاملة تمام وضحنا كل تفاصيلها آآ راتب الشهر السكن آآ كل الحاجات اللي بتوفرها المنحة فلو حابين تقدمونا يا ريت لان اخر موعد تسعتاشر نوفمبر الفين وعشرين وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.